ضربة أمنية حاسمة قاسمة رائعة عملتها بقى طبيعة الحال وزارة الداخلية ونجحوا في ضبط لا مش مخدرات خد بيالك التهريب مش بس فيه الأمور الممنوعة زي المخدرات ولا ولا لا أي تهريب هو ضرر لهذا المجتمع وسرء لهذا المجتمع فهم أحبطوا محاولة لتهريب أضخم شحنة أجهزة إلكترونية متهربة من إحدى الدول علشان تدخل الأسواق المصرية شوف التقرير ده وشوف الدخلية المصرية عملت إيه عشان تحمي فلوس حضرتك وتحمي اقتصاد حضرتك في ضربة أمنية حاسمة وقوية تعكس مدى السيطرة الأمنية الحاكمة على منافذ البلاد الشرعية لمنع عمليات التهريب من خلالها حماية للاقتصاد الوطني فقد نجحت الأجهزة الأمنية وبعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة باستخدام التقنيات الأمنية الحديثة ومعلومات توصل إليها قطاع الأمن الوطني بالتنصق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن محاولة لتهريب أجهزة إلكترونية داخل البلاد نجحت في إحباط هذه المحاولة التي قامت بها إحدى شركات الاستراد عبر ميناء القاهرة الجوي خمسة وعشرون طرداً تحتوي مئتي كارتونة تحوي أجهزة إلكترونية حاول مسؤول الشركة إدخالها البلاد من إحدى الدول العربية على أنها كواشف معملية عبر ميناء القاهرة الجوي خلافاً للحقيقة حيث تم ضبط وبعد عمليات فحص هذه الطرود سلاسة وعشرين ألف وتسعمائة وسلاسة وثمانين هاتفاً محمولاً مختلفة الأنواع كما تم ضبط خمسة ألاف وستمائة وستمائة واربعين ساعة يد زكية وثمانمائة وثلاثين سماعة بلوتوس وكمية من الألواح الإلكترونية الخاصة بالأجهزة الطبية المتقدمة وقرابة ثمانية آلاف شيشة إلكترونية ومئة وثمانية كيلوغرام معادن نفيسة كما تم ضبط أربعة آلاف وأربعمائة وتسع عبوة أجهزة إلكترونية طبية وأدوية ومستحضر التجميل عالية القيمة وتقدر قيمة الرسوم الجمرقية على المضبوطات بأكثر من أربعمائة وخمسين مليون جنيها وعاقب تقنين الإجراءات استهدفت الأجهزة الأمنية المتورطين في عملية التهريب ونجحت في ضبط سلاثة منهم وجار ضبط باقي المتهمين كمية كبيرة من المضبوطات نجحت الأجهزة الأمنية في إحباط محاولة دخولها البلاد بفضل اليقظة والجاهزية والرقابة الحاكمة للأجهزة الأمنية على كافة المنافذ والتي تتم باحترافية كبيرة ما يسم في إحباط هذه المحاولات وحماية الاقتصاد الوطني